طيب كده نكون خلصة اخبارنا جوا النادي الاهلي هنروح للاخبار المحلية هنتكلم عن الريشة الطائرة الريشة الطائرة هتشارك في اوغندا عندنا خمس مصريين يشاركوا في بطولة اوغندا الدولية للريشة الطائرة مبارح خمس لعبين من لعبتنا ومنتخبنا الوطن الريشة الطائرة سفره الى اوغندا عشان يشاركوا في بطولة دولية واللي بتلاقي في الفترة من 21 الى 25 فبراير اللي احنا فيه من هم اللعيبة ادهم حاتم ضوحة هاني نور احمد يسري هدي احمد جندي لجين وصفي وبتنافس السلاسي ادهم حاتم ونور يسري وضوحة هاني على تذكرة الصعود للولمبياد اما هدي الجندي ولجين وصفي فبيشاركوا علشان يكسبوا نقاط دولية بهدف اكتساف الخبرات اللازمة مش هدفهم اولولمبياد بس عايزين يحسنوا الرنك الدولي بتاعهم وده مش عيب يعني احنا لسه مخلصين بطولة افريقا زي ما قلنا لحضراتكم وكانت من ايام على سارة 34 فساد القاهرة والفترة من 12 الى 18 فبراير وكننا حققنا فيها ثلاث مديليات عن طريق برونزية فرد الرجال لأدهم حاتم وبرونزية فريق الرجال اما الفضية الوحيدة فكانت عن طريق الزوج المختلط المكون من أدهم حاتم وزميلته ضوحة هاني بطولة اوغاندا دي بتعتبر البطولة قبل الاخيرة في مشوار التقاهل الولمبياد باريس باذن الله لانه هيتبقى محطة وحيدة وهي دولة الالعاب الافريقية اللي جاية واللي هتكون في العاصمة الغانية اقرى واللي هتكون الشهر اللي جاي باذن الله اي شهر مارس كل التوفيق لريشة الطائرة المصرية